اشتركوا في القناة هذه هي عتبة النجاح حسب تصور الوزارة النقطة اللي قد نبدأ بالابتدائي ثم قد ندوز الإعداد ثم تناوي إذن بالنسبة للابتدائي تعتبر نقطة خمسة على عشرة عتبة النجاح وكل تلميذ حصل على أقل من عتبة النجاح بقليل فللمجلس كافة صلاحية للحسم في مصيره وفي الأخير إن شاء الله قد نعطيكم الدليل يعني المذكرة بشكة تكونوا واخدين فكرة وتكونوا عارفين على المذكرة اللي قد نص على هذا العتبة النجاح إذن بالنسبة للابتدائي أي واحد جاب من خمسة على عشرة الفوق ستا سبعة حتى العشرة على عشرة فهو يعتبر ناجح عشرة هادو عندهما مشكية إذن شكل اللي غي يحسن في الأمر ديالهم اللي غي يحسن في الأمر ديالهم هو مجلس القسم صفي ندوز للنقطة الثانية بالنسبة للإعدادي كل من حصل على 10 على 20 فيعتبر ضمن التلاميذ الناجحين إذن أي واحد جاب 10 على 20 فما فوق فهو ناجح لي عندهم المشكلة الآن هم الناس اللي جايبين واللي جايبين تمنياه في الضوراء الأولى وفي الامتيحان المهلي دونك هادو شكون اللي غادي يحسن يعني في المسألة ديالهم اللي غادي يحسن في القضية ديالهم هو المجلس القسم ولكن إن شاء الله عندي أمل ديما تنقول لكم هذا المسألة awful بأن العتبة الناجح ديال هاد السنة إن شاء الله جدي تكون هابطة على 10 علىًى أنا إن شاء الله متأكد وخاء وعلا اش говорت لكم أن مجلس القسم إن شاء الله غدا يبط العتبة لان هاد العام هو عام استثنائي فبذلك ان شاء الله غضي يبطو العتبة باش هكا ان شاء الله تكون عني هاد العتبة هدي اللي غضي يبطو في صالح ديال واحد لعدد كبير من التلاميذ اللي محالفه مش الحب لما جابوش النقطة في الدورة الاولى وفي بعض الفروض اللي ضاروه في الدورة التانية هندوز بالنسبة للتانوي النقطة ديال 10x20 هي عتبة النجاح اي ميزة مقبول بالنسبة للتانوي هت اهما عندهم 10x20 اي واحد جاب 10x20 فما فوق فهو ناجح ما عدا ما عدا لبالنسبة للسنة اولى باكالورية اي الجاوي لانك تكون عندهم النقطة دي الجاوي والنقطة ديال المراقبة المستمرレ النقطة المراقبة المستمرة هي اللي كتنجحك اما بالنسبة لنقطة ديال الجيوي فهي نقطة يعني كتبقى باش كتتحسب في الوطني وخب وهنا يعني تكون جتي في الجيوي جوج تكون جتي فيها ربعة جيب ذاك شي اللي يجتي فيه ماشي هي النقطة اللي كتنجحك او لا تنسقطك يعني باش تطلع مثلا من السيزية من الباكالورية لكي ينجحك هنا او لا تنسقطك هي النقطة ليجتي في المراقبة المستمرة وحتى يعني بالنسبة للتنوي فهذا العتباء دي قابلة باش انهم يخفضوها ولكن المسألة كترجع للمجلس القسم اي القرار الاخير كيرجع للمجلس ديال القسم اذا شوفوا معي هنا هاد المذكرة هذي اذا تقيم الامتحان واشطلط النجاح اذا شوفوا معي غنهبط مباشرة اللي هنا يا يعد هنا جيحان شهدت السيق الاعداد كل موتر شح مهمنا مكيه مناش شوفوا معي المراقبة المستمرة كل معدل لا يقل عن عشراء من عشرين حسب المذكرة رقم 1514 اللي غنشوفو ده بس صديرة بتاريخ 22 اكتبرا 2015 لم يعود النجاح اقل من عشراء ممكينا حيث ابتداء من المسلم الدراسي 2017-2018 تم تثبيت وتوحيد عتبة النجاح في عشرة بالاعداد في مجموعة من المديريات الاقليمية واخر دونك هنا بغاو يقول لنا بان العتبة ديال النجاح في مجموعة من المديريات الاقليمية هي عشرة اذا نعندوز المذكرة لصدرات فات الصدد يعني باش هكا تكونوا واخدين فكرة عامة باش ماشي اي واحد كتدخلونه للقناة يعني كيعطيكم شي حاجة اه ربما جايبها من راسو او لا يسمعي لها فطيقه وانما انا كان اعطيكم شي حاجة يعني بالوتائق وبالادلة ملموسة اذا شوفوا معيانا يا ها علش اعتمدوا عشرة على عشرين بالنسبة يعني الاعدادة وبالنسبة التنب شوفوا معيانا نمشي المباشرة هذا الفقر هذا ويأتي هذا التدبير لمعالجة احدى الاشكاليات الرئيسية التي تعاني منها المنظومة التربية والمرتبطة بانتقال عدد من التلاميذ من مستوى تعليمي لاخر ومن سلك تعليمي لاخر دون حصولهم على الحد الادنى من التحكم في التعلمات الاساسية وبهدف التدبير الى تصحيح هذا الوضع من خلال خطة عمل ترمي إلى ضمان تحكم تلاميذ في الحد الادنى من التعلمات الاساسية كشرط اساسي للنجاح والرفع التدريجي لعتابة الانتقال بين المستويات وبين الاسلاك اخي اذا نشرح لكم ماذا بغيروا يقولون لنا بانا كين واحد العداد ديال التلاميذ اللي كينجعوهم من المؤسسات ديالهم بالمعدة الهابط بمعنى اقل من العتابة اللي هي عشرة كيلقوا مشكيلة معهم الاساساسي دا في السلك اللي غينتقلوا له مثلا بحال مثلا التاسعة من اللي تطلعون صان كيام كيتلقوا معهم الاساسي دا لما شكل فاش في التعلمات يعني في ذاك الشي اللي تقرأوا لانا هم كتلقوا مجيب النقطة هابطة فبالتالي مك يقدروش انهم يسايروا يسايروا هادوك مثلا يجابوا نقطة آآ ليجابوا نقطة مزيانة في صان كيام هادشي علاش قالوا بانا خاصهم يرفعوا العتابة الاشراء باش هكا يقدرو جميع التلاميذ يكونوا سواسية من اللي غادي ان شاء الله يطلعوا لموسة وآخر اللي هو اما يطلعوا السابعة او لا يطلعوا اللي الصان كيام بنسبة يعني التاسعة وخا اذا هذا هو الدليل الى كان عندكم شي تلساء الخليه اللي في التعليق وما تنساوا تشتركوا في القناة التانية ديالي اللي هي الحميدي فود وما تنساوش ما تنساوش انكم تشاركوا هاد الفيديو مع اصحابكم ودروا له جمع الى اعجبكم طبعا والى الحلقة القادمة ان شاء الله اللي هو النسائل